شاب من أسرة فقيرة عرف عنه الصلاح والتقوى يعمل مهندساً في وظيفة حكومية وقد تكفل بأمه وأخته بعد وفاة والده فوجئ بأخته التي تبلغ من العمر عشر سنوات تدخل البيت سعيدة وتخرج مبلغاً كبيراً من مصحفها وتخبر أخاها بأن المعلمة المسؤولة عن تحفيظها القرآن بدار التحفيظ أعطتها المبلغ لأنها حافظت نصف القرآن أخذ شقيقها المبلغ وقال لأخته هذا مبلغ كبير وربما شعرت المعلمة بفقرنا وأرادت مجاملتنا ومساعدتنا بهذه الصدقة وسأذهب معك في الغد لمعرفة الحقيقة ذهب الشاب إلى دار التحفيظ وعلم من الإدارة أن هذه المعلمة حديثة التخرج من الجامعة وأنها آية في التقوى وتعمل متطوعة لأنها من أسرة غنية جداً وعندما التقى بها وجدها أيضاً آية في الجمال وأقنعته أن أخته تستحق ما أخذت لذكائها وفهمها عاد الشاب إلى بيته وقد تعلق قلبه بالمعلمة الشابة وتمنى من الله لو تكون زوجة له فلطالما حلم بزوجة تقية مثلها وحتى لا يضيع الوقت أرسل الشاب أمه إلى المعلمة لتفاتحها في الموضوع وفوجئت الأم بالمعلمة تقول لها سأحدد لك موعداً مع أبي ذهب الشاب وأسرته لمنزل المعلمة ورغم رفض الأسرة الشاب لفقره إلا أن المعلمة أصرت على قبوله زوجاً لها وأخبرت أسرتها بأنها ستصبر مع هذا الشاب التقي وذكرت الجميع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من يصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله وما رزق العبد رزقاً أوسع له من الصبر تم الزواج وتحملت الزوجة في سعادة صعوبة المعيشة وفي أحد الأيام ذهب الزوجان لأسرة زوجته ففوجئ الزوج بوالد زوجته يقول له اتق الله واشتري لزوجتك بعض الفول والجبن ولا تكثر عليها من اللحوم والفاكهة فقد ملت من ذلك تعجب الزوج من هذا الكلام ثم عرف من زوجته أنها كلما زارت أهلها وقدموا لها اللحوم والفاكهة أخبرتهم أن زوجها لا يحرمها من شيء وقد ملت هذا الطعام وتشتهي الجبن أو العتس والفول والحقيقة أنها لا تأكل في بيت زوجها غير ذلك بينما تأكل اللحوم ربما مرة في الشهر وعرف الزوج أن زوجته أرادت أن ترفعه عند أهلها فزاد حبه لها ودع الله أن يوافقه ليسعدها وبعد مدة قصيرة رزق الزوجان بطفل جميل وقدم الزوج مشروعا من تصميمه كتب الله له النجاح وبتوفيق الله تحولت حياة الزوج من الفقر إلى الغنى وفي قمة سعادة الأسرة فوجئت الزوجة بإحدى صديقاتها تخبرها أن زوجها يتحدث بالساعات إلى فتاة اسمها خديجة حتى والدتها أخبرتها بذلك كلما زارهم فحزنت الزوجة كثيرا وفي أحد الأيام وأثناء جلوس الزوج بجانبها استأذنته وأخذت هاتفه تتصفحه ووجدت بالفعل اسم خديجة فجرت دم في عروقها وسألته بعصبية من خديجة هذه؟ ابتسم الزوج ولم يرد عليها وعندما زادت ثورتها قال لها اسأليها طلبت الزوجة الرقم فسمعت نغمة هاتفها يرن فنظرت فيه فإذا المتصل هو زوجها فنظرت إليه في دهشة وأعربت عن عدم فهمها وقالت له اسمي ليس خديجة فرد عليها وهو يمسح بيديه دمعات ترقرقت على خديها قائلا وصفاتك وحنانك واستيعابك وحبك لي وخوفك علي هذه صفات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أنت عائلتي وستري وغطائي ورفيقتي إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله لقد أردتك خديجة قبل أن أراك فأجابت وما زالت تبكي وسأكون كذلك إن شاء الله ما دمت برفقتي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تزوج رجل من زوجة على خلق ودين وبها من التقوى ما يجعلها هادئة وتتقبل كل الأمور بقلب راض مطمئن وبعد عام من زواجها رزقت بطفل جميل أسعد قلبها كثيرا إلا أن زوجها تزوج بزوجة أخرى وأخفى زواجه هذا عن زوجته التي يحبها ويقدرها كثيرا وقد علمت الزوجة بزواجه عن طريق الصدفة ولأنها عاقلة وذكية وترضى بما قسم الله لها لم تعترض ولم تغضب بل لم تخبر زوجها بأنها علمت بزواجه وفضلت الصمت وقالت الحمد لله دائما اختيار ربي هو الأفضل لأنني أحبه وأحب كل شيء يقدره ظلت الزوجة التقية الذكية مع زوجها تعامله أحسن معاملة وتهيئ له جو من السعادة لا مثيل له وظلت هكذا لمدة ستة عشر عاما حتى توفي زوجها حزنت الزوجة كثيرا على وفاة زوجها وقد رزقها الله الصبر والثبات على فراقه وظلت تذكر والدموع لا تفريقها محاسن زوجها أمام كل من حضر العزاء خاصة أهله الذين تعجبوا كثيرا لوفائها وحبها لابنهم الذي تزوج عليها بعد عام واحد من زواجه بها وبعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة اجتمع أهل زوجها عندها ليخبروها بزواج ابنهم بزوجة أخرى وكلما هموا بفتح الموضوع تراجعوا من الخجل وبسبب متح الزوجة في ابنهم طوال الوقت والزوجة جالسة معهم وتعلم تماما ما يدور بعقولهم وما يريدون قوله لها وبعد فترة بدأ والد الزوج الحديث وقال لزوجة ولده يا بنيتي هناك موضوع أريد أن أفاتحكي فيه وأرجوك أن تتفهميه وتتقبليه دون غضب أو إحداث مشاكل قاطعته الزوجة وقالت له في هدوء لا تقل شيئا يا عمي أعرف أن ولدك قد تزوج بأخرى منذ ستة عشر عاما وقد عرفت من أول يوم لزواجه رد الأب في ذهول وصبرت كل هذه المدة ولم تخبريه كم أنت تقية قالت الزوجة ليس التقوى فقط هناك أمور تحتاج بجانب التقوى إلى حسن تفكير وذكاء وهذا ما تعملت به مع ابنك فلو أني أخبرته بما علمت وغضبت وحولت حياته معي إلى نكد مستمر كان سيقسم الليالي والمال بيني وبين زوجته الثانية وكلما أغضبته تركني وذهب إليها ولكن عندما استخدمت عقلي جيدا وأخفيت عنه معرفتي بزواجه أصبح عندي كل الليالي ومصروفي لم ينقص شيئا بل وكان يعاملني بحب كبير ورقة زائدة حتى لا أشك فيه وأعلم ما خبأه عني لقد عاش معي ستة عشر عاما بعد زواجه من الأخرى يعاملني كملكة متوجة فماذا كنت أريد أكثر من هذا قال الأب والذهول ما زال على وجهه ووجه كل العائلة ما أروع إيمانك وما أكمل عقلك لقد اطمأننت تماما على أحفادي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب شكرا لقد اشتركوا في القناة وما يشاء على أحفادي وما يشاء على أحفادي اشتركوا في القناة